أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن الدولة تسعى لتطوير منصة أياد مصر لتسويق المنتجات الترافية وتوسيع نطاقها لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب وخلال اجتماع تنصيقي أول للجنة الوزارية الخاصة بتطوير ودعم المنصة شدد هشام أمنى على الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي للمنصة وخلق فرص عمل للمرأة والشباب بالمحافظات وذلك بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمية من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها ومنها منصة أياد مصر الإلكترونية والتي ساهمت في خلق فرص عمل لا سيما خلال جائحة كورونا